أتكلم عن الستة المصرية الستة المصرية ووجودها وتوجودها ووقفتها في كل الأزمات اللي مرت علينا وفي كل الحروب والنه الحقيقة اللي بفتخر اني بنتامي لها يعني اعتقد ان كل ستة مصرية وكل بنتة مصرية هي فخورة ان هي بنتة مصرية او ان هي ستة مصرية كلميني شوية عن دور المرأة المصرية في انتصارات اكتوبر بصي يعني هيبقى موقفي صعب لان زوجة زابط يعني توفى قريبا لكن كمان عمي شهيد في الحرب اكتوبر في قوات البحرية الشهيد جابر احمد سالم فشفت ازاي رواية ابوي عن والدته وازاي مدى تأثرها بالبكاء على ابنها لغاية ما فقدت عينيها ازاي ان هي تحملت ان ابنها كان بقى له ستة سنين يعني مجند ازاي البيوت اللي كانت بتدار باقل الامكانيات علشان القوة كلها موجهة ولا صوت يعلو على صوت المعركة الجزء اللي احنا شفناه بعد كده والتطوع والتبرع بالدماء والتمريد واللي راحه فورا الحملات جمع التبرعات ويمكن كانت في هذا الوقت يعني نموذج فني عظيم السيدة مكلسوم وتطلع علشان تجمع تبرعات في حفلات على مستوى العالم بعد كانت توقفت عن الغناء بعد سبعة وستين لكن رجعت فقط من اجل دعم جهود المجهود الحربي وهنا دور الفن يعني ايقونا بهذه المكانة وهذا الاسم اللامع وتقوم بهذا الجهد الوطني ده امرأة مصرية يعني عظيمة تبينلك ازاي ان احنا في جيناتنا جينات القوة والمصابرة والتحمل بشكل يفوق وترجمة نانسي قنقر